بجهود وساطة إفريقية تقوم بها جمهورية جنوب السودان بات حل الأزمة في السودان قاب قوسين أو أدنى إذ أعلن وفد الوساطة عن التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة مرجحا الإعلان عن تفاصيله خلال ساعات رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم صرح بأن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين وإن لم يتطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل الخامس والعشرين من تشرين الأول إلا أن ثم تتقارب في الرؤى بات ملحوظا بين الطرفين بالطبع فإن إطلاق سراح المعتقلين سيعكس حسن النية من جانب المؤسسة العسكرية السودانية وعزمها الانتقال إلى مرحلة أخرى من التفاهم مع المكون المدني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد وصولا إلى إجراء انتخابات ديمقراطية تؤسس لنظام حكم مدني تلبية لمطالب الشعب السوداني وبحسب تصريحات وفد الوساطة فإن تشكيل حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية يعد خطوة مهمة يمكن التفاهم بشأنها ووضع المعالجات اللازمة لتنفيذها خطوة قد تساهم في نزع فتيل الأزمة وتهيئ الأجواء نحو اتفاق يعيد الاستقرار إلى البلاد غير أن ملامح هذا التقدم نحو حل للأزمة في السودان لا يعكس فقط جهود الوساطة من جانب جنوب السودان وإنما كذلك يعكس قدرا كبيرا من الضغوط الداخلية والخارجية التي بحسب محللين أجبرت العسكر على التراجع عن الإجراءات الاستثنائية بعدما شلت فعاليات العصيان المدني قطاعات شديدة الأهمية في الدولة وكذلك بعد ضغوط دولية من جانب الأمم المتحدة وأمريكا والاتحادين الأوروبي والإفريقي الأمر الذي جعل مهمة العسكريين في الانفراد بالسلطة محفوفة بالمخاطر لتثبت ثورة السودانيين قدرتها على تخطي العقبات واحدة تلو أخرى نحو سودان جديد يبنيه السودانيون على أسس العدالة والحرية وحقوق الإنسان